مش عايز حد يتخض وكليز مش قريتها عشان طبق على كل الناس بس يعني انا هقول لان شايفاه خلاص يعني انت عايز ايه يا تور انت بتدور حالة انتصار حالة نجاح انت زي ما تقول محطوط في امتحان او العلاقة محطوطة في امتحان وعايز تنجح العلاقة دي تعدي من هذا الامتحان واضح انتو بتعدوا الامتحان نفسك تخرج من الامتحان ده منتصر ورفع راسك ايا كانت بقى المشكلة هل هو اختلاف وجهات نظر هل هي مشكلة خيانة هل هي مشكلة ثقة هل هي مشكلة مشكلة مادة ايا كانت المشكلة انت عايز تخرج منها منتصر انت عايز تكون اقوى وصاحب قرار في العلاقة انت مش حاس ان انت صاحب قرار قوي في حاجة بقى انا عايز اقولها لك انه في شخص جنبك يا تور بينصحك النصايح مش مزبطة اوكي انا بالنسبة لي هذا الكائن هذا البورس اللي قاعد جنبك ده شخص قرار منك جدا ومش شرط على فكرة يكون قنصد ازيتك ممكن يكون هو علامه كده هو طريق التفكير وهو بيعالج الامور كده فيشور عليك بدا فتغرق الدنيا اكتر في حد بينصحك نصايح مش صح يا بورج تور مش عايزة افرد سوء نية انه هو يكون قنصد ازيتك خلينا نقول هو ده وجهة نظر بس وجهة النظر دي لا تنطبق على الموقف اللي انت فيه فارجوك ما تسمعش للشخص ده شايف شريكك ازاي شايفه فارس فارس بالنسبة للبنت معروف هو ايه الفارس الشخص اللي كان بتتمنيته لحياتها نفس المعنى ينطبق على الرجل ان هو شايفها طلعه الفارس معنى ان هي برضو فتاك احلامه هي دي الشخص اللي كان بيتمنيه يعني في ايه الطاقة ما بينكم فيها عناد يا تور فيها عناد كلامي ولا كلامك انا ولا انت دماغي ولا دماغك فيها عناد فيها عناد واضح شريكك متكتف يا تور متكتف مش عارف يعمل مش عارف يتحرك انت زنقه انت زنقه زنقه جمدة جدا شكلك ميب باستمارك ومعاند معاه عناد يعني معرفش هو مأزي على فكرة شريكك مأزي بص لو انت حاسس بجرحة وحاسس انت زعلان بص هو حالته عاملة ازاي هو نفسه يخرج من الحالة اللي هو فيها دي انت حطه تحت وضغط عصبي جامد لو ده حقيقي خف عليه شوية شايفك ازاي خليني بقى اقولكوا بقى الموضوع ده شايفك بتتصرف من غير ارادتك دي مش ارادتك ده مش انت مش انت اللي بتعمل ده ده فيه مشورة بتتقلك وانت بتسمعها وهي اللي ماشي يكد مش انت اللي ماشي متصار شايفين متربط بسلاسل حاجة هي اللي بتمشيك وانت فاكر انك انت مجبر تعمل ده لانت مربوط بس لو ركسته في الصورة بصوا سلاسل مفكوكة يعني انت حر على فكرة هتعمل اللي انت عايزه انت اللي رابط نفسك وانت اللي جارر نفسك وراء الاراء دي فبليز اعتمد على نفسك وحاولت يعني تسايف يور بارتنر انقذه من الحالة اللي هو فيها دي ارجوك لو انت فعلا عايز توصل للانتصار والنجاح اللي في العلاقة ده زي ما انت عايز زي ما قلتلكم الطاقة فيها عنات خلوا بالكم واللي عند ده اوحش حاجة في العلاقة او الطاقة بقى فيها عند يعني ايه بتعلوا على بعض هو يعمل حاجة وانت تعلي عليه تروحيه معليه عليه ايه روح هو معليه عليها لا ده ده كده ده رحين في مصيبة صوتة طيب ايه اللي بيحصل بصوا بقى طلعلكو ايه طلعلكو البورس هنا وطلعلكو عقرب هنا هنا الحالة المزاجية او الحالة العامة في العلاقة فيها هدوء نسبي بس ما هوش هدوء يعني اللي هو خلاص المشكلة تحلت لا المشكلة لسه قائمة بس زي ما تقولوا ايه واخدين هدنة عاملين هدنة كل واحد في حاله كل واحد مع نفسه اما نشوف الدنيا هيحصل فيها ايه وده كويس جدا ده كويس مش وحش خالص بس خلوا بالكو في حد مستني لحظة معينة علشان ينقض عشان يزرع سلم تاني فيعني انتبهوا خلوا بالكو كويس قوي من الناس بالذات القريبين منكم في صبر وتضحية من الناحيتين الطرفين يعني لو شريكك الصراحة بالحالة اللي هو فيها دي وكمان هيضحي الصراحة يعني يا تور ده ده ما يتسبش ده ما يتزعلش اصلا ما يفعش يضعله ان هو يضحي بطريقة دي فيه تضحية وصبر من الطرفين الخبر الحلو بإذن الله في غصول وقت يعني الله اعلم ما بحبش قد دي وقت بفعلا بحس عيتها ان انا يعني دجالة ان شاء الله في وقت قريب هليحصل القرب ده هتقربوا من بعض وحتصفوا والمشاكل هتزولوا وحالة العنات دي هتروح والشم اللي هيتلم تاني اهم حاجة التأييدة اللي انت فاكر انت متأيدها دي لأ انت مش متأيد خالص يا تور انت حر طليب انت حر نفسك وصوتك من دناغك على فكرة والبورس ده الصديق او القريب او ايا كان الشخص اللي بيديلك النصيح دي يعني يديله اجهزة شوي بس في كده هواعد مع نفسك وشوف هتحس بايه كلمك هي جدا مرسي يا مرام راضي علي يا فارس بورك التور ايه سؤال فين السؤال انا حط ايدي على السواف مش صبية كل صاحبه اشكرت يا لينا فعلا مرسي حبيبتي جدا حبيبي انتوا كلمك صح اعمل ايه انا اصحاب هو محتار جدا اعمل ايه ولا حاجة ايه بطلعي الناس اللي بيقولولك يعني انت فقري بعقلك مفيش حد قادره بعلاقتك قدك انت اكتر واحد عارف شريكك وهو اكتر واحد يعرفك ما تسمحوش لحد يعني يديكو قراءه وهو اصلا مش فاهم باهمين قصدي طلعوا الناس دي والله بيغرقوا اكتر ما بينفعوا شكرا مع الجوزي انتور نبين لو القرية منطبقة اهدي شوية عليه لان جوزك شكله وحالته صعب يعني تعب خفي عليه شوية العزراء هيتقال قريب جدا يا احمد حاضر اوكي عقرب هو العقرب اتقال من فترة مش بعيدة يعني فمعليش هستنى شوية العقرب لان قرأته كان لسه متقالة قريب فقريب قريب برضو هنقوله بس لسه شوية وقت هنقض برضو انا واحمد ونشوف كده ايه الابراج اللي احنا قلناها ونحاول برضو ان احنا نعيد ترتيبهم تاني عشان العقرب برضو ما يتقالش اخر برج زي الشهر اللي بات عشان نعرف الموضوع ده اخر برج دايما هيزعل بس هو لازم فيه اخر برج يعني لازم يكون فيه نهاية فعلا مكتفي جدا وعطفي فيه ضغط ووجع وبيعاند بوضوح للأسف ليان بالراحة عناده ما تقبلهوش بعناد من فضلك حاولي انا عارفة انه ساعد بيكون صعب علينا لكن حاولي ما تقبلش عناده بعناد ما تفهميش ليه يعني احنا مفروض انه احنا اكثر عقلا واكثر يعني صبر صبرنا اكثر فيعني لو عندك طاقة وتقدري بليز ما تقبلش عناده وبعناد سيبي عناد شوف الله لا الحمدلالله طيب يلا نشوف المجموعة المجموعة الثالثة لبرج الثور طيب قبل ما ابتدي بس معلش القرية دي انا فيه واحدة بعتلها رسالة من ثلاثة ايام وقتلها انتي كسبتي القرية المجانية بليز لو انتي موجودة في اللايف ارجوكي بعتلي اي حاجة لان انا في وسط اللفخة بتاعتي نسيت احط اسمك في اي حتة فعشان لقيكي لازم يعني اجو ثرو حاجة مثلا 600 ميسج فمعلش بليز لو سمعيني الدواء فيه صوب منقاطب ارجوكي لو سمعيني بعتلي رسالة عالصفحة عشان تطلعي فوق انتي عدم انا في البيت ولاي واكسر منلك ولده صح يا حبيبة ربنا يخليكي مرسي 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 ايه اللي انا شايفه ده؟ اوكي خلينا نشوف بسم الله الرحمن الرحيم. ما شكلك كتير يا تور ما فيش كلام. اعباء شديدة بصوا مش قادر حتى يرفعها من العالارض. اكتر منك يعني الموضوع الحمل اكتر منك. فاهمين قصدي? فيعني ما تحملش نفسك زيادة بقى. اقف على كده وحاول بقى حد ايه يشيل معاك. حد يشيل معاك حتى عصايا واحدة. اي حاجة. حد يساعدك يعني. في قرار انت محتار تاخده لان في توابع ومش واضحة بالنسبة لك. نصيحة الكرت انه يعني شوف الاوبشنز. شوف الاوبشنز ايه? ما تتصرعش. جمع معلومات. جمع معلومات اكتر قبل ما تقوم بالقرار ده. اوكي? لو عملت ده يمكن الله اعلم يا رب اكون غلط. نتفادي الخسارة دي. في خسارة يا طور. يعني الله اعلم يا رب اكون غلط. الخسارة يعني ولو كنت صح تيجيب حاجة مادية وربنا يعوضها بسرعة ان شاء الله. بس ده في هم في حزن. شايل هم اوكي? في شوية ايه يعني قرب. يعني في حاجة مش كويس. في حاجة مش كويس. الهم ده هيدي لك احساس بالخوف. في خوف وفي متكتف يعني وخايف تاخد اي حركة. بس الحالة دي مش هتطول. don't worry. هتاخد الكنترول تاني. بصوا هو قائد العربة. هتاخد الكنترول تاني. انت كده يا طور انت ما شاء الله عليك شخصيتك كده. انت ما بتطولش. ما بتعرفش تطول في مود. بتعرفش تطول في زعل. متعرفش تطول في اخناء. بتحب دايما تخلص مشاكلك بسرعة. مش هتطول كتير في المود ده. هتمسك الكنترول تاني. وهتنطلق تاني. على طول ان شاء الله. في حاجة بقى هنا. justice. ده حاجة من اثنين. يا اما انت في ظلم وقع عليك. يا اما وقع انت وقعته على حد. او في ورق بيخلص. خلينا ناخد سيناريو سيناريو. ظلم وقع عليك. فانت هتاخد قرار. ده اللي هيحصل بقى ان شاء الله بعد كده. بالظلم ده. وحتاخد هتسلك طريق تاني خالص بعيد. هتبتدي بداية جديدة خالص. انت وقعت الظلم ده على حد. ارجوك صلحه. دي ما دي حاجة بايدك انت بقى. يعني دي حاجة في ايدك انت. ارجوك حاول انت ترفع الظلم ده. لو هو ورق سفر. واعتقد ان هو ورق سفر. لان واضح عندي هنا. رحلة طويلة وفي سفر. وانت يعني لو عملت تفكر ها يا ترى ايه اللي هيحصل. حق يعني هيحصل ايه بعدين. طريق طويل. طويل. بس انت مدعوم من اللي حواليك. كله بيدعي لك بالتوفيق. وكله واقف معاك. وطبعا اكيد ربنا معاك. طريق دي ديت خالص. يعني شكله كده سفر. بس تقابليها تحتار حيرة طويلة. هتقعد شوية كتير بتفكر في القرار ده. السفر ولا لا. او مش شرط ان هو يكون بالضرورة سفر. ممكن تكون سفر يعني برا مصر. ممكن تكون من محافظة لمحافظة ما انت بتغير حياة. انت بتغير بيئة كاملة. ممكن تكون تغير شغل. في طريق جديد طويل حيتغير. بس قبليه زي ما قلت لك هيكون في حيرة جديدة. الورق ده اللي حيتم لو كان ده ورث متأخر. يمكن يكون ورث. في حالة مادية حتتطور جدا. ده بقى البوس. ده. ده اقصى تطور مادي. يعني ممكن يعدي على برك. اللي هو بقى اللي هو بوم. حاجة حلوة قوي قوي ان شاء الله. وكمان هتبتدي تساعد بقى هتبتدي تطلع حاجات للناس. وتساعد قريبك اللي حواليك اللي محتاج مساعدة هتديله. اللي عنده مشكلة هتساعده فيها. وطبعا زي ما انتم عارفين يعني كل ده بيترد بعدين. يعني كل حاجة هتساعد فيها حد دلوقتي هتتردلك بعدين. بنلخص القراءة. الشيلة تقيلة يا رثور. المسؤولات كتير. شيل على قدك. ما تشيلش اكتر مما ينبغي. الخسارة اللي هتعدي بيها دي. اديها وقتها. وانا عارفة انك انت مش هتطول. شوية خوف. شوية حسابات مع النفس كده اللي انا عملته ده. وبعدين هتقود العربة تاني. وهتطلع وهتندفع. وهتمشي لطريق جديد. حافظت الطريق جديد خالص ان شاء الله. عمري تغيير جامد يعني. وزي ما قلنا الحالة المادية فيها تطور كويس جدا جدا جدا. وزي ما قلنا الحالة. وزي ما قلنا الحالة. وزي ما قلنا الحالة المادية. اوكي. طيب. بص يا برج تور انا ما شايفة انه المرحلة الثالثة في العلاقة مركزين اكتر على الحالة المادية. حالة بقى المادية الحالة الاجتماعية عايزين ينهضوا. ينهضوا. عايزين يعلوا. عايزين الحالة المادية تكون احسن. عايزين الحالة الاجتماعية تكون احسن. ونتطلعين لحاجة احسن. بس ده عاملك ارهاق. عامل طاقة ارهاق لي كل شريكك. اهو. طاقة مستنفذة مرهق. مرهقين انتو الاثنين. زي ما تقولوا ايه عمانين بتجلدو في بعض. او انت بتزق وجامد. اعمل اكتر. لا اشتغل اكتر. عايزين معرفش نعمل ايه. لا عايزين نعلى اكتر. عايزين مستوقف. احسن. ده اللي اننا شايفة انه ده اللي انت عايزه. طالع كلها يعني اهو. شايف شريكك ازاي. شايفه برضو خير من ربنا. خير ربنا بعته لك. يعني دي حاجة كده خير ربنا بعته لك. وحاجة جت توازن حياتك. يعني هو زي ما تقول هو ادي لك الميزان انه حياتك تكون آآ فيها خير اكتر. الخير يكون اكتر. بيساعدك على الخير. آآ شريكك عايز ايه? شريكك عايز. يعني زي ما تقوله. مساعدة من حد. مساعدة من صديق او قريب او حد حد قريب منه. محتاج منه مساعدة. يمكن او لو حتى بالمشورة. يعني هو محتاج مساعدة حد. وده احساس على فكرة مش سهل. ان حد يكون محتاج مساعدة حد. فلو انت السبب يطور ضغط عليه بالشكل ده اللي هو لا اشتغل اكتر او اعمل حاجة آآ يعني زبط الدنيا اللي مش عاجباني دي. بالراحة عليه شوي. بالراحة شوي. نفسه في حالة آآ حاجة تتغير. حاجة تتغير. يمكن بقى الحاجة اللي هتتغير دي ضغطك عليه. او بسبب اللي انت عايزه ده. يعني انت مش بتطلب حاجة وحشة. مش بتطلب حاجة غلط. بس الفكرة انه هو يعني شكله مش قادر. يعني هو ما عندوش اللي يقدمه لك دلوقتي. فهو نفسه في موت شيء. حاجة تموت ويحل محلها حاجة تانية. فاكيد اللي لنفسه يموت ده شيء وحش. فايش شيء الوحش اللي انا شايفاك. انه انت بتطلب حاجات كتير. عايز تعالي من مستويك. عايز عايز عايز. وهو مش قادر يلبي. هنقلبها. لان عايز وعايز دي اكيد سته بتطلب اكيد من راجل. لان دي مسؤولية الراجل. فنقرض ان الراجل هو البرج التور. الراجل عايز ايه. ممكن يكون مثلا البنت. برضو عايزها ترفع من مستويها بشكل ما. يمكن هي تكون اقل منه في حاجة. عايزها لا اطلعي. عايزك مثلا تلبسي بطريقة احسن. عايزك تتكلمي بطريقة احسن. الحاجات دي فاهم قصدي. اللي هو ايه. تعالي من المستوي بتاعها. وهي مش عارفة مش عارفة تجاري. يعني بالراحة عليها. بالراحة شوي. الحاجات بتتصلح بالراحة. شريكك شايفك ازاي يا تور. يا برج تور. سوري. شريكك شايفك محتار. محتار. يعني مش عارف تعمليه. حل مش عارف تكمل ولا لا تلعاقة. هل انت في حالة دلوقتي يعني وصلت للأج. وعلى وشك تاخد قرار اكمل او لا. ولا انت محتار في العادي. انه اللي انا عرفه ان برج تور مش محتار خالص. برج تور عارف هو عايز ايه وبيعملو على طول. بالعكس مندفع في تصرفاته يعني بيعمل الحاجة وابعدين يفكر. فما اعتقدش عنك الحيرة دي. فشكلك على وشك تاخد قرار. طيب فيه هنا حجلنا فرص فرص يعني ايه يعني فرص نحسن حالتنا المادية ارجوك للراجل يعني او اين كان المسؤول عن الحالة المادية انت هتعرف تنتهز الفرصة دي وتشغلها لصالحك ان شاء الله كرت السحر فيه فرص كتيرة جدا ولو على البنت برضو نفس الحكاية عندك فرص كتير جدا انك انت برضو تطلعي وتوصالي للحاجة اللي شريكك عايزك توصالها فيه هروب من شيء هروب من مواجهة يمكن يكون حد زعل حد منكم انتوا ببعض يعني الشريك وشريكه ففيه حالة هروب بتهربوا مش عايزين تواجهوا المشكلة وساعات على فكرة بيكون ده قرار عائل جدا انه كنتم متواجهوش دلوقتي يعني امو لو مشكلة ما اللي هاش لازمها عديها وخلاص وايه وهي هتتصلح مع نفسها وفعلا ان شاء الله تتصلح مع نفسها فيه نجاح يعني ان شاء الله الحالة المادية اللي برج التور عايزها او الحالة الاجتماعية اللي برج التور عايزها شريكو هيوصلها ان شاء الله او هو هيوصلها ففي حالة نجاح رضا وحالة بقى ايه لهو ايه فخر مفتخر بنفسك فخور بنفسك والناس اللي حواليك كمان بيهنوكم مفتخرين بنجاحك وفي مجالات كتير جدا مش في العلاقة بس نجاح في كذا حاجة حالة المادية وفي الاجتماعية وفي العمل وفي كل حاجة ان شاء الله The World كرت العالم ده برضو من الكروت الماجر من الكروت الاساسية وكرت قوي جدا العالم ده رأيه برضو حلوة التور برج التور ارضوك بنراحة شوية على شيكك بلاش تضغط عليه زيادة طالما هو شايفه بيعمل مقصود